يقبع في مركز الاعتقال الذي يطلق عليه حولوت في صحراء النقب أكثر من 3500 طالب لجوء أفريقي معظمهم من السودان واريتريا ويسمح لنزلاء التجول في المنطقة لكنهم ممنوعون من العمل أثمان شاب من دارفور وصل إلى إسرائيل قبل أكثر من ثلاثة عوام تمكن خلالها من إتقال اللغة العبرية وقبل أن ينقل إلى هنا عمل في مركز لأحدى المنظمات غير الحكومية في تل أبيب لمساعدة اللاجئين من خلال إعطائهم إرشادات عن الحياة في إسرائيل أنا قدمت ملف للجوء من قبل سنتين من قبل سنتين فيش حدا يشتقل بملفي ولا إنه الشغلة لحد ما أنا وصلت خلوط بعد شهر من وصولي لخلوط تسألو لي إنك تعمل مقابلة للتلب اللجوء لتبعك أنا مشيت أملت أنتربيو اللي هو المقابلة وجيت في ناس أملوا أنتربيو وإنهم أربع سنين في ناس أملوا أنتربيو إنهم خمس سنين هم يأملوا لك مقابلة لكن ما في نتائج للمقابلة هذا قصص كثيرة يسمعها من يلتقي بهؤلاء اللاجئين الذين فروا من الحرب في بلادهم يقولون إنهم تكبدوا معاناة كبيرة قبل الوصول إلى هنا وكان عليهم دفع أموال للمهربين كما تعرض بعضهم للإعتقال والضرب والتنكيل في مصر وقد أقامت إسرائيل جدارا على حدودها الطويلة مع مصر في صحراء النقب لمنع المتسللين من اجتياز الحدود ومع ذلك فقد نجح حوالي 200 لاجئ في الوصول إلى إسرائيل في هذه الضاحيات في جنوب تل أبيب هناك آلاف الأفارق الذين يعملون بصورة غير قانونية في إسرائيل ويقيمون في بيوت صغيرة مكتظة لكنك تلحظهم في كل مكان في هذا الحي الفقير يشكل أفارق من قلة فرص العمل والخوف المستمر من الملاحقة هذا هو أحد المراكز القليلة التي يقدم استشارات للاجئين يديرهم الطوعون إسرائيليون وثمان عمل هنا قبل أن ينقل إلى معتقل حلود في النقب نتعامل هنا مع مجموعات تعرضت للتعذيب والاتجار بالبشر وبعضهم اختطف من مخيمات اللاجئين وانتهى بهم المطاف في إسرائيل دون أن يكونوا قد خططوا للقدوم إليها سيجي وصلت إلى إسرائيل من إيرتريا قبل أكثر من عشرة عوام ولا زالت منتظار الحصول على إقامة قانونية ليس لدي خيار ليس بوسعي العودة لبلد أريتريا وعلي البقاء في إسرائيل ما الذي يمكنني عمله في مكتب مجاور تقول ممثلة المخوضية العليا لشؤون اللاجئين أن السبب الرئيسي لمعاناة اللاجئين وأن إسرائيل لا تعترف بهم كلاجئين أو لاجئين سياسيين وأنه لا يوجد قانون في إسرائيل للبت في طلبات اللجوء بالنسبة لنا في مفوضية اللاجئين هؤلاء ليسوا مهاجرين أو مهاجرين اقتصاديين بل أشخاص بحاجة للحماية قدموا طلبات للجوء إلى إسرائيل أما هنا في حلوت فإن إدارة المعتقل تقول إنها لا تستطيع استقبال لاجئين جدد وأن على الحكومة البت في طلبات اللاجئين هذا المركز هنا في حلوت في صحراء النقب يتسع لحوالي 3600 شخص معظمهم من السودان وإيرتريا عليهم البقاء في هذا المركز لمدة عام الذين تحدثنا معهم قالوا إن بعضهم موجود هنا منذ حوالي ثلاثة أو أربعة عوام وإلى أن تقرر الحكومة الإسرائيلية خطوتها المقبلة بالنسبة للبت في طلبات اللجوء يبقى اللاجئون الأفارقة في هذا المركز بانتظار قرار يحدد مصيرهم فإما أن تمنحهم إسرائيل إقامات قانونية وتصاريح عمل أو أن يتم نقلهم إلى بلد ثالث السامة كرماوي بي بي سي صحراء النقب